اشتركوا في القناة 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 زيان وتخليها جانبا هك. ما غدي تديروا غدي تديروا نفس الكمية لي هدي يديروا ديال ضانون السوس تديروا معه الحليب. الحليب شحال مش قاعد غادي كأنه تصولوني في كومنترس هنديروا الحليب المعقام ولا الحليب سليم ولا. انا ما كان ديرش اشهار ديالش حليب ولا شي ضانون. انتم مرerer انا كنت شافوو راني من الحليب اشيشء اشهار ديالش ضانون ولا. مهم ضانون السوس خالي من السكر. والحليب ما انديرش يعني تهليب ما نقول لكم ديروا الحليب فلان لا غدي اتديرو حليب كما كان وبشرط ما غديش يكون من ذلك الحليب معقم نسيطروا ديال الحليب غدي تشريوا عادي وغدي تديرو نفس الكيمية اللي غدي تديروها ديال ضانون المسوس اللي خاليه من السكر تديرو معاه واحد الكيمية ديال الحليب بما يجرى تروانوهما كهكا وبين يجرى غدي تهزوه هاد المحقانة هكا ديروه بحركة تهسو واحد الكيمية هكا وتقوص رضعو بيها طريقة ديال البشرة رضعو بيها هاد هاد المحقانة سهلة غي خصكم ما تجيوش للفم ديال الارنب وتمشيولو فاس يعني تمشيولو انه هو الصغير كيكون بقي عاد فمو غي صغير لاحظوا ان هاد هاد الراس دياله شو قداش را كيكون شوية غليل هو فمو كيكون غي صغير اسمو غادي تديرو غادي تحطوها لو في الجنب ديال الفم ديالو وغادي تقوص تكيب واحد غيب واحد غيب واحد نسبة هاكا انتو ما كتشوفو الجلده كتتحرك هاكا تقوص دفعو بيديكم هاكا وفي نفس الوقت تخليو الصغير وحتي هادك الحليب حتى هو يبقى يلحس فيه عاد قوص دفعو له بما هو يبقى يلحس في الحليب وانتو ما دفعو له هاكا بالمحقانة وما تكرهوش ديرو واحد الفوطة تحت من 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 ضقن ديالو باش ما يتجخلطش من يتكونوا خدامين ماشي ديرو واحد الخدمة مجعفنه لا شدو الصغير في تديكم بحال هاكا في هالطريقة هاكا هاكا على كنقولو هادا هو الصغير هاكا هاكا وكتقلبوه به هاد جي هاكا وكتقال تخدموه بليد ليمنية وكتقال تحط له هادو فمو هاكا وما تحطو هالو شفاص هاكا لانا غادي تحلو له فمو كتر من اللازم يقدر يعني اما يتجراح اما بزاف او لا يتعقر ولا بزاف ديالحواج هو كيكون عاد صغير ولكن غادي بالكم مني غادي بقى هو يرضع كيبقى يلحس في ذاك الشي اللي كبيتوه له ماحدو هو كيلحس وانتو ما كتعطيوه ماحدوك يلحس انتو مو كتعطيوه شحال من مرة غادي تديروها ماشي غادي تشوفو الكيمياء ديال الحليب صافي غادي تقو تعطيوه تقولوا انا عمروا الواد الميحقانة كامل وغادي ينكبوه له لا ارا انا بجريبة فات وقالي هالمشكيل ما خسش الكرش ديالو تعمر بزاف ويولي من فوق بزاف ترميل حد لان لاحظوا مني الى كتو جربتو الى كانت عندكم شي خلفة ولحتو شحال من مرة كتردع الام كتردعت قريبا جوج مرات ثلث لاتة كاي اللي كتردع ثلاثة هذيك را ام مثالية يعني ام حانون اما الاغلبية كتردع جوج مرات مين تشوفوها ردعت جوج مرات كتقلبوا لها الاستغار ديالا الكريشة ديالهم كتلقاهم من فوقين بواحد المقدار يعني راها نقولو ردعت هاد المقدار يعني السانتين لا غير هاد السانتين وراه بزاف عاد يعني بنسبة للصغيع تقدروا تديروا الجوج مرات جوج واجبات حتى تلاتة كل صغير الكل صغير هزو وتقاوت تردعو 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 هاد شي كامل الى كانت شي انثى يعني ولدت وبغيتو تخلطو ما بين ما بين ما بين هادوك الصغار اللي كانوا عندكم وبغيتو تردعوها الانثى واحدة اخرى تمخسكم تديرو ما شي غاي تجيوا بدو تخلطو هي غادي تنفرهم غادي تتعاق بهم غادي تشدو يعني الفرو ديالها وتنشفو به شي شي فوطة ولا وتشدو ديك الفوطة وتعطوها عند هادوك الصغار باش الريحة ديال الام لولا ما توقعاش تكون الريحة ديال الام التانية وماذا تكرهوش مش هي تخلطو كل شي في خطرة يعني مثلا هي كانت هاد الونتة هدي تكون عندها مثلا احدا ثمانية او لسه احنا نقوله ما بين ستة لثمانية وان ثم معوا ثاني بعيعين تحطو ثمانية اخرى يعني ما غادي توليه غادي تولي 16 ويا الحالة ماذا ديالة غا تكون عندها كثرة غا تكون عندها ثمانية الا عشرة ثم غدا تقول لي وعتني كتضيعوا هذو كل الصغار الأولين الثاني اللي تزاد حاولوا كل خطرة نقصوا واحد جوج من هذو من الأولاد الأصليين والصغار الأصليين عفوان ودخلوا واحدة أخرين وديروا التوازن يعني مثلا ثلاثة الوجبات في النهار اللي يرضع مثلا في الصباح صافي ما يرضعش في الوجبة ديال الظاهرة واللي يرضع في الوجبة ديال الظاهرة صافي عاوتني العشاء مهم يكون عندو جوج وجبة تقريبا مهم هذي الطريقة إلا ما كانش عندكم شيء أنتة وحدة أخرى اللي غادي تشدوه من أنتة الأنتة وتقوط تعطيه باش ترضع ماشي صافي ما عندكمش هالقضية هذي هذا هو الحل ضانوا من السوس ونستطروا ديال الحليب عادي ماشي ماشي سليم ماشي شي حاجة غالية أنا دي مكان نهدر مع الناس الموساكين البسطة اللي عندهم اللي باقين عادبادين قدرت لقدر الله هذي حالة توقع الصغار ديالها غادي 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 تضيعوا فيهم وانتو من عادبادين غادي غادي تلفوا ما كينا لا تلفان شاء الله الأول وغادي تديروا هذي الطريقة هذي لمدة كتية من هالرابع غادي تحسوا بهم بذيك يكبر لهم ذيك الزغب ديالهم ثم مرحلة ديال الخاطر بداتك تفوسوا كملوا لهم سيمانها في هذه الطريقة بالضبط من بعد غي تحسوا بهم اليوم الثامن بالضبط الثامن التاسع تحسوا بهم بدوك شوية باغين يخرجوا لي كي يتركلوا بدوك ترميوا لهم التفاف التفاف رانيين بتارها في سابق هذرت عليها هذيك غانية بالحليب كي بدت تحسوا بهم باغيني غي يقرروا شو شي حاجة صافي اعطيهم التفاف التفاف هو ورا غاني بالحليب كي كي ما كتعطيه للأم تقدروا تعطيه تل تل صغر هذيك التفاف اعطيه لهم صافي عي بدو يتحركوا صافي ذيك الساعة الى فاتو نقوله عشرة يام اللولة صافي رام مرحلة الخاطر مشات صافي ذيك الساعة راي يقدري يخرج يتحرك تقاو تعطيه شو يدي الخبز ندقوغ ولا هادي ولا هادي المهم المرحلة اللولة هي تلتة يام اللولة وبالضبط سيمانة اللولة هي تكون خاطة ليوم يعني اذا مشو تماما ماردعوش مزيان وما شبعوش دي ما كتلقاش شي واحد المية في الصباح ولا لا قدر الله انتوما عطيه وقت سيمانة ديال هادي اهد الا فيتكاين كاين الناس اللي طرق لهم هادي المشكين إذا إلا أعجبكم الفيديو شاركوا معنا سندونا بإعجاباتكم وتقيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد